خلينا أقول لكم كمان أن النهاردة الليلة الموعودة عند كتير من المصريين بسبب أبو صلاح أبو صلاح النهاردة حيلعب مباراته في استاد الأوليمبيكو في روما مبارات العودة أو مبارات الإياب أمام نادي روما ناديه القديم وهو بيمثل الآن طبعا نادي الليفربول وبيحاول مساعدة فريقه في اقتناص تذكرة الوصول إلى المباراة النهائية اللي وصل إليها بالفعل بالأمس نادي ريال مدريد وإن شاء الله إن شاء الله حيكون من نصيب نادي الليفربول ومحمد صلاح النهاردة يتقلق ويحرز له كم جن حلو كده والمهم أنه هو يساعد فريقه في الوصول للمباراة النهائية وأنا عارف أن المصريين كلهم مستنين هذه المباراة بفارغ الصبر حبا في صلاح وسبحان الله الليفربول لو يتمنى لو يحلم بالشعبية اللي عنده في مصر دلوقتي كان دفع فيها مليارات يعني نادي الليفربول نادي إنجليزي عنده أنصار ومشجعين بالألاف المؤلفة طبعا من نادي أو من مدينة ليفربول في إنجلترا وعنده بعض المحبين كده في دول العالم بس يعني قلة فنادي الليفربول ده باعترافه نادي الليفربول باعترافه قالك نحن لم نكن نتخيل الشعبية الجارفة اللي حصلنا عليها كنادي بسبب انضمام محمد صلاح لينا يعني انضمام لاعب بيزود شعبية اللاعب طبعا بيخلي فيه متابعين من الدولة اللي بينتمي إليها اللاعب أما إنه يبقى فيه مئة مليون مئة مليون كده پاكيج دفعة واحدة يبقوا بيعشاؤ نادي الليفربول وبيدعولوا في كل صلاة دي جديدة لانج يعني مئة مليون بيدعوا في كل صلاة وفي كل الترانيم وفي المسجد وفي الكنيسة لنادي الليفربول عشان يكسب دي جديدة لانج وإن شاء الله هذه الدعوات تصب فيه محمد صلاح محمد صلاح هو اللي يهمنا نادي الليفربول طبعا ربنا يوفقه بس ابننا صلاح هو اللي يهمنا ربنا يكرمه ويوفقه ويوصله لأعلى المراتب قلو أمين